دلوقتي طبعا أصبح من تقريبا مستحيل تلعب كرة في الشوارع لا فتبقى مقرفش نمشي بالشارع هنلعب كرة في ممكن الأمل في القرى في القرى طبعا أنت عندك مراكز الشباب التي تصلحت شوية القرى فيها مراكز الشباب أكترها ودي اللي هي ممكن أنك أنت تطلع منه تجمع بقى فيها ناس عايز أقولك حاجة يا مصطفى أنا لما استرجعت الزكرياتي كده أنا لغيت ملقات في فري الأول ما تمرنتش كرة كرة تمرير استلام تصويب بس السنة ما تسبقش الأحداث أنت بدأت كرة في الشوارع وفي الصورة اللي انت ورتهنها دي ودأتها كان سنة كم سنة يعني من 8 سنوات 8 سنوات وكان فيه مسمى للفرقة بتاعتك اللي بتلعب فيها الفرقة بقى دي اللي انت شايفها دي على الصورة دي كان اسمها أهلي برسعيد أهلي برسعيد أهلي برسعيد ليه لأنه الأهلي بدامك يعني يعني كانت المجموعة فرقتي كان كلها أهلوية المشرف على الفريق ده كان بيحب الأهلي والتالي سميناه أهلي برسعيد فكنا نلعب مع فريق ريال مدريد البرازيل المجر كل فرقة نسمينا نفسها اسم معين بس احنا كان معروفة الفرقة دي كانت أهلي برسعيد كنا بنشارك في كل الدورات اللي في جميع الشوارع حتى في برفقات كنا نروح نشارك فيها حلوة وانت بتلعب في فرقة الأهلي هل انت خطر على ذهنك أنك ممكن في يوم الأيام أبقى موجود ضمن لعاب النادي الأهلي هل فكرت فيها؟ لا في المرحلة دي أن كل تفكير ازاي حوصل للفريق الأول في النادي المصري يعني لبر سعيد عندنا كان نادي برفقات نادي مليس نادي لجماريج الأندي دي بس أكبرهم هو النادي المصري فالحلم في الفترة دي يعني حلم النادي الأهلي دا كان بعيد أوي كان فوق أوي إنما أنت كنت بتلعب في فرقة kick اسمها الاهلي فإنت لم يعيشتك فطرة من الفترات كده على أنك بتلعب في فرقة النادي الأهلي زوجتotine كأنك بتابع فريق النادي الأهلي مباراة في نادي الأهلي. كنت بقعد أتفرج عليها. وبتفرج على كل المباريات. كان خالي الله يرحمه. الحج حسن فهيم. كان يعني ده صاحب الفضل الأول عليه. كان يشن على كتافه. وكان مصراوي صاميم. ونروح لأستاذ. تفرج فيه مباراة نادي المصر والزمالك مثلا. يقول لي ده عمر النور. ده حمد أمام. ده نبيل قطبي. ده يعني بيأهلك من سورة. ده رفاعي. ده الفناجيلي. ويشرح لي مركزه أيها. عمر النور يقول لي دوين جراية تخلي بالك. بيجي من جهة كده سريعة. وبيعمل أفرات. حمد أمام كان هداف الفريق. كان يقعد يشرح لي. جدا. فحفظني مركز اللاعبين. حفظني أسام اللاعبين. حفظني طريقة لعب. كل لعب من دول. وكان ياخدني بعد المباراة. نعمل مباراة في الشارع. ويجيب فرقه. كم سنة بقى وصلت كده. أو أنت لما كنت بتلعب في الساحات اللي كانت موزة من السورة. ورحنا شفناها كده. كان سنة كم سنة بالزبط عشان تطلع لنادي المصر. انت قلت أني عايز ألعب عشان أوصل لنادي المصر لأول فريق لأول. في المرحلة دي كان عندي حوالي أربعتاشر سنة. أربعتاشر خمستاشر كده. آه. آه. كان سنة كام. ده أقول لك إيه. اتنين وستين. تلاتة وستين. في الفترة دي. آه. ويعني من الفريق ده انتقلت لكن عن طريق المدرسة. عن طريق المدرسة. عن طريق المدرسة. يعني زمان المدرس كان فيها ملاعب وكان فيها كل حاجة. المدرسة كانت هي اللي بتقدمك للناس. لأنه كان فيه مدرسين تربية رهضية. في ملاعب. عندهم عين كويسة. أيوة. عندهم الملاعب. عندهم الأدوات. فيه دورات مدرسية بين الفصول. بين المدارس. ففيه فرصة أنك تلعب. لكن أنا يعني لعبت صفة. يعني أنا كنت نجم الحواري والشوارع. كنت معروفة. لكن في المدرسة ما كنتش حد يعرفني. ليل ما كنتش في فريق المدرسة. آه. فبالتالي يعني أنا من النوع الخجول يعني. لكن حصل صفة غريبة. مناش نجم الشارع. نجم الساحات. نجم الساحات. يعني يعني الناس فهم. احنا بنكلم فيه يعني. لا طبعا.